استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اليوم مفتن من عضاء مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة سعادة السيد وليام سيدروف الرئيس التنفيذي للمؤتمر وذلك بحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ومعالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية والعميد محمد بن دينا مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وقد رحب معالي وزير الداخلية بزيارة وفد مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى والتي تأتي في إطار التواصل وتبادل وجهات النظر منوها معاليه إلى أن ميثاق العمل الوطني والذي تحتفي مملكة البحرين بذكراه الثانية والعشرين جاء تعبيرا عن النهج الحضاري والديمقراطي القائم على التعايش وتعزيز ثقافة السلام وإعلاء قيم التفاهم والحوار والتسامح الإنساني انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه مضيفا أن العدالة والتعايش والانفتاح تمثل قواعد راسخة لدى المجتمع البحريني مما يسهم في ترسيخ نهج الإصلاح وتعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التحديات وأشهد معالي الوزير خلال اللقاء بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين أشيرا إلى ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار من خلال انخفاض قياسي في المعدل العام للجريمة في ظل ما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات قائمة على الشراكة المجتمعية وإطلاق برامج ومبادرات فاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى في الولايات المتحدة عن تشرف رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى بلقاء معالي وزير الداخلية ومناقشة أهمية الاتفاق الإبراهيمي بين البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة وتسليط الضوء على القيم المشتركة بين شعوب الدول الثلاث